الوقت يو دا يهمنا يلا بينا ولكن يلا قبل بقتل معاك عايزة أفهم عندك معلومة عن حكاية برونو سافيو إقافه ومشكلته مفوط كان الإقاف بتاعه في بوليفيا كان يتطبق عليه هنا يعني التفاصيل ايه في كس البرونو سافيديا عشان حصل أزمة كده بص يطلعونا بس اللايحة عشان دايما الحاجات القانونية بقى فيه لاحة الناس تشوفها بعينيها لما يبقى فيه لاحة بنبعد دايما عن بنبعد دايما عن الأهواء نعرض اللايحة لو لأنها اللي فيها مربع بالأحمر تبقى لا اشرح بصك كريم برونو سافيو برونو سافيو لاحة الاتحاد الدولي بتقول إنه إذا ما تم عقاب لاعب بأربعة مباريات أو تلت شهور بحد أدنى بيتم ترحيل العقوبة مع بطاقته الدولية يعني هو تعاقب على وقعة عملها في بوليفيا أهي يا كريم دي مادة 22 لا معلش هاتت أهت اللي قبلها هاتت اللي قبلها بعدين رجع للدين إيش رحي وما يا رد إن اللعيب يتوقف أربعة مباريات بيتم ترحيلها طيب هل ده ينطبق دي مادة 72 لما يتم عمل الخطأ فالتحاد ده اللي بيقولك أربعة مباريات أو أو ثلاث شهور طيب إيه العقوبة اللي اتعملت على برونو سافيو هنا بيتكلم على ده هو كاتبة إنه انت بتعمل خطأ خطأ ضد مسؤول من مسؤول المباراة الحكم أو منظمين المباراة بيتم عقابك بثلاثة مباريات يعني العقوبة اللي اتعملت على برونو سافيو تبقى اللي لاحة اتحاد البوليفي لا تندرج تحت القصة بتاعت الترحيل بتاعت الترحيل بالكامل خلي بالك لنهجي لك النقطة تانية على النقطة المفصلية في الموضوع روح للي بعدها طيب اللعيب اتوقع عليه ثلاث مباريات قضى منهم مباراتين قبل ما ابطقته الدولية تنتقل من الاهل من فنزوالا من بوليفار من بوليفيا للنادي الاهلي قد منهم مباراتين طب إيه لهم مباراة طب إليه حتى اتحاد الفنزوالي مادة 22 بيتكلم عن العفو عن العقوبة يمكن العفو عن العقوبة تلاعب بشرط قضاء تلتين حسب ما رص على المادة 22 تلتين العقوبة وقضى فعلا مباراتين هناك وإيه الجزء اللي بقى إنه لعيب يتقدم باعتزار لعيب يتقدم باعتزار ولا رسال أي شكوى لأي جهة لا لاتحاد البوليفي ولا لاتحاد الدولة الله ينور عليك حبيبي أكيد الله ينور